موسيقى قتلى وجرح فيه هجومين ارهابيين بالعاصمة لندن ومي تعقد اجتماعا امنيا عاجلا اعادة انتشار اخير للقوات العراقية قبل اقتحام الموصلة القديمة قوات الديمقراطية على بعد ثلاثة كيلومترات شرق الرقة اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم نبدأ نشرتنا من بريطانيا اذ اكدت الشرطة البريطانية مقتلى ستة اشخاص بالاضافة الى ثلاثة مهاجمين في عدد من الاعتداءات وسط العاصمة البريطانية لندن فيما ارتفع عدد الجرح في المستشفيات بعد هجوم لندن الى 48 شخصا وكان شهود افادوا بان سيارة دهست عددا من المرة على لندن بريج كما قالت الشرطة ان رجلين دخلا مطعما في منطقة بارا ماركت قرب الجسر وطعن شخصين داخل المطعم للحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم الينا من العاصمة البريطانية لندن المحرر السياسي لمجموعة ديلي ميل الاستاذ عادل درويش استاذ عادل اهلا بك يعني كيف تصف لنا الوضع الحالي في العاصمة البريطانية بعد هذه الهجمات يعني كما تعلمين يوم الاحد صباحا بيكون الشوارع هذه او الوضع هذه ما عادتا يكون الى اعمالهم التقارير مثلا متفضلتم ما ذكرتم ان الوليس تعامل معها على انها احد ارهابي اه توليس منطقة سنطن غريسة وزراءها ترأس اجتماع لجلس المجلس الزراء لحالات الطوارئ من حوالي ساعة من الان حالة التوقع والارهاب لا تزال سفير اي لا تزال حالة متوقعة وليس حالة حادة كانت تفعت حادة وفدت مرة اخرى الملحوظة ان الوليس لم يفصح عن هوية متكب الحادث المتعاملين هم ثلاثة وفدتوا في ارصاص الوليس هذا يعني ان هناك تحقيق ان اذا كان هذا حادث منفصل ام انه جزء من شبكة ارهابية اذا ارصح القوليس مبكرا عن هوية الناس فانه حادث منفصل هذه المجموعة واعتمدته منها وهو يعلم ما يبدو ذلك انه غير حادث مانشستر الذي كان مركبة بشكل محترف وكان فيه تخطيط الفترة طويلة ولا زال التحقيق يعني ولا زال قوليس يقدم على ناته هذا سنعرف في وقت لاحق مننا نعم يعني استاذ عدل دارويش كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن المحرر سياسي لمجموعة دايلي ميل شكرا جزيلا على هذه التطورات هذا ودعت الشرطة البريطانية بعض الهجمات التي وقعت في وسط العاصمة لندن الى اتباع ثلاثة امور تراتبية وهي اما الفرار او الاختباء والابلاغ وقالت الشرطة عبر تغريدة على موقع تويتر انه يتعين على المواطنين اولا الفرار الى منطقة امنة وهذا الخيار هو الاسلم بدلا عن الاستسلام والتفاوض واضافت انه في حالة عدم تمكن اي شخص من الفرار فيتعين عليه الاختباء وتحويل الهاتف الى صامت واغلاق خاصية الاهتزاز الرجاج في الهاتف اما الخيار الاخير فهو الابلاغ للشرطة عبر رقم هاتف الطوارئ عندما تكونون في مكان امن لقد نالت العاصمة البريطانية لندن نصيبها من الهجمات الارهابية والجرائم في الاوينة الاخيرة هجوم جسر لندن يعيد الى الذاكرة ابرز الهجمات الارهابية التي شهدتها لندن في السنوات الاخيرة ففي السابع من يوليو الفين وخمسة يعد الحدث الارهابي الابرس في تاريخ بريطانيا المعروف بي سيفن سيفن حيث قتل اثنين وخمسين شخصا واصيب المئات عندما فجر اربعة انتحاريين نفسهم في محطة للقطارات والحافلات في وسط العاصمة لندن وفي التاسع والعشرين من يونيو الفين وسبعة انفجرت سيارتان مفخختان بعد يومين من تشكيل حكومة جديدة برئاسة جوردن براونز وارتبط الانفجار بهجوم واقع في مطار جلاسكو الدولي في اليوم التالي وفي الثاني والعشرين من مايو عام الفين وثلاثة عشر قتل جنديون بريطاني بعدما دهسه شخصا وهجمه بالسكاكين في حي ووليتش الشرطة اعتقلت المنفذين وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة اما في الخامس من ديسمبر الفين وخمسة عشر اصيب ثلاثة اشخاص بعدما اقدم رجل على تنفيذ عملية طعن قرب محطة للقطارات وصنفت الشرطة الحدث على انه ارهابي وفي العشرين من مايو الفين وستة عشر اصيبت اربع نساء في عملية طعن نفذها رجل بعد ساعات فقط من اخلاء الشرطة سبيله قرب متجر ضخم غرب لندن الثالث من اغسطس الفين وستة عشر قتلت سائحة امريكية واصيب خمسة اشخاص اثر عملية طعن في ميدان راسل سكوير وسط لندن الشرطة اعتقلت المهاجم الذي اعترف بتنفيذه للجريمة وكان اخرها في الثاني والعشرين من مارس الفين وسبعة عشر قام مهاجم بدهس مجموعة من المرة على جسر واسمنسر ثم قام بعدها بطعن ضابط الشرطة ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص وتبنى تنظيم داعش الارهابي الهجوم قالت وسائل اعلام بريطانية ان اجتماعا امنيا عاجلا برئاسة رئيسة الوزراء تيريزا مي عقد عقب الهجمات التي استهدفت لندن ودعت الشرطة البريطانية المواطنين عبر تويتر للفراري من منطقة الهجوم والاختباء ونشر التحضيرات وتواصل الفوري مع الشرطة في حال الاشتباه بأي عمل ارهابي قال الرئيس الفرنسي منويل ماكرون ان فرنسا تقف اكثر من اي وقت مضى الى جانب بريطانيا بعد الهجمات في وسط لندن حيث قامت حفلة بدهس مرة كما تعرض عدة اشخاص للطعن وقال ماكرون في تغريدة في وجه هذه المأساة الجديدة ان فرنسا هي اكثر من اي وقت مضى جنبا الى جنب مع بريطانيا ونحن مع الضحايا واقاربهم في الشأن العراقي استكملت القوات العراقية المشتركة اعادة انتشارها الاخير قبل اقتحام الموصل القديمة حيث يتحصن مقاتل داعش في محيط جامع النور الكبير وسط المنطقة يتزامن هذا الوضع مع استمرار تقدم القوات العراقية في تحرير المناطق المحيطة بالموصل القديمة تمهيدا لاقتحامها وسام يوسف والتفاصيل يوما بعد اخر تقترب القوات العراقية المشتركة بشكل اكبر من حسم معركة الموصل بعد ان انزوى مقاتل داعش المتبقين الى عمق المدينة القديمة اخر مناطق تواجدهم في محاولة يائسة منهم للاختباء بين المدنيين حربا من نيران القوات العراقية الحمد لله خلال هاي 72 ساعة نقتحام الزنجيلي والشفاء والصحة من قلال الاجهزة العمنية قتلت العشرات من قلال هاي 72 ساعة حقق التماس وتقدم جدا جيد بالمنطقة فجرنا مجموعة من العجلات التي تركها العدو والهارب امام القطاعات فقط في قاطع الرد السريع اكثر من اربع عجلات الآن تم استيلاء عليها المعابر الامنة التي اعلنت القوات العراقية تأمنها خلال الايام الماضية وطلبت من الاهالي الخرج عبرها تحاول القوات العراقية جعلها تحت المراقبة على مدار الساعة من قبل القطاعات على الأرض او الطائرات المسيّرة من الجو يعني الحقيقة انه التحدي الاكبر هو وجود المدنيين اما باقي اساليب داعش من عجلات مففخة وعبوات ناصفة وقناصين اعتقد انه هذه اساليب تعودتها لاجهزة الامنية وهي قادرة على انه تحل هذه المشاكل ولكن الحقيقة التحدي الاكبر هو وجود المدنيين وكثرة تواجد المدنيين في منطقة الزنجي مقاتل داعش بدأوا يترقون اسلحتهم وحتى سياراتهم المفخخة بين الاحياء التي يتم تحررها لتستولي عليها القوات العراقية المشتركة خاصة مع النقص الذي بات يواجهه التنظيم بالانتحاريين ومقتل المئات منهم خلال الاشهر الماضية من المعركة نعم هم صراحة مو تركوها محبة بانه وماشوا بذلك لكن خوفا والرعب ما لاحقوا بانه يحركون من اماكنها بسبب فضل القوات الامنية والمداهمة السريعة لهم مما اجبرهم على ترك العجلات في اماكنها وضع القوات العراقية على الارض بات مستعدا لمعركة الحسم في الايام القليلة القادمة ويعادة انتشار اخير لهذه القوات قد اكتمل وحتى وضع الاهالي المدنيين الخارجين من قبضة داعش بات مختلفا حيث اختصره هذا الصبي بكلمات قتل واصيب عدد من المدنيين اثناء توزيع مادة الطحين عليهم من قبل الجيش في حي العريبي شمال الموصل جراء قصف بقذيفة هون شنه تنظيم داعش في المدينة القديمة اثرت القوات العراقية على سجن كبير تحت الارض فيه عشرات المحتجزين من الفلوجة والرمادي والصقلاوية والكرمة والانبار في الساحل الايمن للموصل بحسب مقالته مصادر امنية واضافت المصادر انه تم الافراج عن المحتجزين ونقلهم الى موقع ثاني لتلقي العلاج والتدقيق الامني وبيان سلامة المحتجزين وتسليمهم لذويهم لنشرتنا بقية ولكن بعد هذا الفاصل اهلا بكم من جديد شنت مقاتلات التحالف الدولي غارة جوية عدة على الرقة تركزت معظمها على منطقة الجسر القديم كما قصفت قوات سوريا الديمقراطية بالمدفعية الثقيلة بعض المناطق في المدينة واحترقت مساحات واسعة من حقول القمح والاراضي الزراعية في منطقة الساحل بريف الرقة الغربي بسبب الاشتباكات الدائرة في المنطقة ها هي قوات سوريا الديمقراطية عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات بالريف الغربي لمدينة الرقة تواصل التقدم لتحرير مدينة الرقة من داعش تتسارع وثيرة المعارك في محيط الرقة وسط اشتباكات عنيفة تتواصل مع داعش في اطراف بلدة المنصورة التي تعد اكبر بلدة في ريف الرقة الغربي حيث دخلت الى الجانب الجنوبي الغربي من المدينة ثلاث كيلومترات تفصل قوات سوريا الديمقراطية عن مدينة الرقة بعد تمكنها من اقتحام الفرقة سبعة عشر شمال المدينة يأتي ذلك بعد تمكن قوات عملية غضب الفرات من السيطرة على مزرعة الاسدية ومعمل الغاز القريب منها بحسب المرسد السوري لحقوق الانسان تقدم قوات سوريا الديمقراطية اعقبه تحذير لمنظمة اطباء بلا حدود من تسارع نزوح المدنيين من الرقة مع وصول نحو ثمانمائة شخص يوميا الى مخيم عين عيسى للاجئين على بعد ثلاثين كيلو مترا شمال الرقة هذا ووصل في الاسابيع الاخيرة حوالي عشرة الاف شخص الى المخيم الذي تسعى منظمة اطباء بلا حدود الى تحويله الى نقطة عبور للمدنيين وقالت روبرتس وهي من خلية الطوارئ في المنظمة انه مع الحاجة الى تسجيل كل شخص وعدم وجود مكان بديل يلجأ اليه كثير من الفرين استقبل المخيم عددا اكبر من طاقته البالغة ستة الاف شخص وضمن سلسلة الاعترافات بالهزائم اعترف داعش مؤخرا بمقتل القيادي البحراني البارز تركي البنعلي في غارة شنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على مدينة الرقة البنعلي الذي يعتبر كبير شرعي تنظيم وقذع سيطه بعد مبايعته التنظيم في 2014 وتوليه منصب الشرعي العام به الجدير بالذكر ان داعش يخوض اليوم حرب وجود في مدينة الرقة التي تعد خط دفاع اخير له عن محافظة دير الزور ومن خلفها معاقله في غربي العراق ولكن جميع المعطيات تدل ان التنظيم يتخبط في الرقة ما يشير الى امكانية حسم معركة تحرير الرقة خلال ايام تجدر الاشارة الى ان جيش الثوار قد اصدر بيانا اشار فيه الى مشاركته في معركة تحرير الرقة وفي صور حصرية حصلنا عليها اعلن فصيل جيش الثوار عن ارسال دفعة الثانية والثالثة الى الرقة لتحريرها من تنظيم داعش جيش الثوار واتحاد فصائل كردية وعربية كانت له مشاركات في معارك دارية سابقة خضها ضد داعش تعملوا فسير الله وعملكم ورسولي والمؤمنين يقوم جيش الثوار بإرسال الدفعة الثانية من المقاتلين الى تحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش الارهابي هذا وتشهد مدينة درعة تصعيدا للقصف من قبل قوات الاسد والطائرات الحربية والمروحية حيث ألقت مروحيات الاسد اكثر من 20 برميلا متفجرا استهدفت مناطق في احياء درعة البلد بمدينة درعة فيما نفذت الطائرات الحربية اربع غارات على الاقل بالتزامن مع قصف بثمانية عشر صاروخ يعتقد انها من نوع ارض ارض اطلقتها قوات الاسد على مناطق في المدينة وسط اشتباكات مستمرة بشكل عنيف بين قوات النظام والمسلحين المولين له ضد الفصائل المقاتلة التقرير التالي ومزيد من التفاصيل شنت طائرات الاسد عدة غارات جوية على بلدة النعمة بريف درعة والقد عشرات البراميل المتفجرة على احياء درع البلد وجاءت هذه الهجمة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في محيط حي المنشية بين فصائل غرفة عمليات البنيان المرسوس من جهة وميليشيا طائفية من جهة اخرى يذكر ان نظام الاسد استقطب ميليشيات اجنبية متعددة الجنسيات الى الجنوب السوري بهدف تعزيز المناطق الواقعة تحت سيطرته بعد ان فشل بفتح معابر حدودية من جهة درعة وقال قيادي في جيش الثورة التابع للجبهة الجنوبية لاخبار الان ان قواتهم استهدفت تجمعات الميليشيات الطائفية التي جاءت الى درعة لمساندة قوات الاسد وما تبقى من ميليشيات حزب الله بعد خسائرهم الكبيرة في حي المنشية الاستراتيجي بدورها عملت فصائل الجبهة الجنوبية على قصف مواقع تمركز قوات الاسد والميليشيات الموالية في درع المحطة براجمات الصواريخ فيما استهدفت كتيبة الهندسة والصواريخ في درع البلد مواقع الميليشيات في حي سجنة والمنشية بصاروخ محلي الصنع مما اسفر عن سقوط عدد من قوات الاسد بين قتيل والجريح بالاضافة لتدمير عدة اليات عسكرية في حين شن طيران نظام الاسد اربع غارات جوية على احياء ذرع البلد بالاضافة الى تسعة عشر صاروخا ارض ارض وعشرين برميلا متفجرا منذ صباح اليوم دون ورود انباء عن خسائر بشرية في صفوف المدنيين وتتزامن هذه الاشتباكات في المدينة مع اشتباكات متواصلة بعنف بين مسلحين مبايعين لداعش من جهة والفصائل المسلحة من جهة اخرى في ريف درع الغربي وانباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين كما قصفت قوات الاسد مناطق في الطريق الواصل بين بلدتي مليحة العطش وبصر الحرير بريف درع الشرقي ولم ترد انباء عن اصابات جدير بالذكر ان جولة الاشتباكات هذه التي شهدتها مدينة درع اليوم تعد ثالث معركة عنيفة تشهدها المدينة منذ بدء تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في مناطق تخفيف التصعيد الممتدة من الشمال السوري الى الجنوب السوري والتي تشمل محافظة ادلب وريفي حما وحمص الشماليين وغوطة دمشق الشرقية والجنوب السوري اعلنت موسكو ان جولة جديدة من محادثات السلام السورية ستعقد في الثاني عشر والثالث عشر من احزيران يونيو في العاصمة الكزاخية استانا وقال جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي دعوات وجهت الى ممثلين نظام الاسد والمعارضة السورية بينما افادت مصادر في المعارضة بعدم تلقيها دعوة للمشاركة حتى الساعة اعلنت المعارضة المسلحة السورية عن مقتل اربعة من مقاتلي حزب الله اللبناني جراء المعارك الدائرة في حي المنشية في درعة ويذكر ان نظام الاسد دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الكبيرة الى مدينة درعة تتضمن اسلحة متطورة بمشاركة ميليشيات حزب الله اللبناني وميليشيات تابعة لايران قالت وكالة الامم المتحدة للطفولة يونسف ان الكوليرا تنتشر بسرعة في اليمن وتقدر حالات الاصابة الجديدة يوميا ما بين ثلاثة الاف وخمسة الاف وقال المدير الاقليمي ليونسف في الشرق الاوسط انه وردت تقارير بسبعين الف حالة اصابة على مدار الشهر الماضي في تسعة عشر من محافظات اليمن الاثنتين والعشرين وضف ان ذلك العدد قد يضطاعف كل اسبوعين ان لم يتم توصيل المزيد من المساعدات فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل ايران تجمع ميسي ورونالدو فمن يتمتع بشعبية اكبر اهلا بكم من جديد والان الى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الوسط البحرينية التي عنونت مايكروسوفت تعيد تصميم سكايب وتضيف ميزة القصص اعلنت شركة مايكروسوفت عن الجيل القادم من تطبيقها لتراسل سكايب حيث اعادت الشركة بنائه من الالف الى الياء مما حسن الى حد كبير من الطرق التي يمكن للمستخدم التواصل من خلاله من الاشخاص المفضلين لديه وكانت ميزة الدردشة الجزء الاهم من هذا التحديد اما صحيفة القدس فقد عنونات ماكينات لبيع نظارات سناب شات في اوروبا اعلنت سناب شات وصول نظاراتها الرقمية سبيكتاكلز الى اوروبا بعد ان كانت متوفرة فقط في الولايات المتحدة وستباع النظارات عبر ماكينات تشبه تلك التي توفر المشروبات الغازية والى صحيفة الغد الاردنية التي عنونات يمكنك الان النوم في مطار دبي دشن مطار دبي صالة كبائن النوم سليب اند فلاي في المبنى رقم ثلاثة بالمطار ولم يكتف المطار بتوفير تلك الكبائن من اجل راحة المسافر المتعب بل حرص على رفاهيته ايضا فصممت صالة كبائن النوم الجديدة وهي تشمل عشرين كبينة نوم عصرية والى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونات تقنية جديدة يمكنها توفير اربعين في المئة من احتياجات العالم من الكهرباء طور باحثون امريكيون تقنية جديدة تدمج اكثر الطرق فعالية المتاحة حاليا من اجل استخلاص الطاقة النتجة عن الاختلافات في تركيز الملح في المياه وتولد تقنية الدمج الجديدة كميات غير مسبوقة من الطاقة الكهربائية وتعمل تلك التقنية الجديدة في الاماكن التي تلتقي فيها المياه المالحة والمياه العذبة اما صحيفة القبس الكويتية فقد عنونات سويسرا تطلق اول واضخم مصنع لتنقية الغلاف الجوي اطلقت الشركة السويسرية كلايم ووركس اول واكبر مصنع في العالم لتنقية الغلاف الجوي للارض من ثاني اكسيد الكربون ويعمل المصنع بتقنية دي اي سي او ما يعرف بالتقاط الهواء مباشرة وتستخدم هذه التقنية او تستخدم مواد تصفية ليفية مكونة من الاسفنج المشبع بمواد كيميائية خاصة اوردت مجلة فرويندين الالمانية انه يمكن محاربة الهالات السوداء بالبطاطس حيث انها تحتوي على مدة تبييض تقضي على ضلال السوداء تحت العين ويعمل عصير البطاطس على ازالة التورمات وتبييض المنطقة تحت العين ومن ثم تبدو العين ساطعة ومشرقة مجددا بعد ان اعددنا تقريرا عن ريدا بريستش الذي شغل وسائل الاعلام بشكله ومظهره المتطابق مع ليونيل ميسي كانت قناة الان هي الاولى بشهرته وجدنا هذه المرة منافسا له وشبيها اخر باحد اهم لعبي كرة القدم العالميين شبه وفر له فرصة عمل جديدة تدر عليه ارباحا لكنه تميز بكونه تمكن من تسخير هذا الشبه لاغراض انسانية المزيد مع مراسلتنا علا مسعودي هذه الكرة لا تحمل توقيع كريستيان رونالدو لاننا مرة اخرى في ايران وهي موقعة من شبهه ريضا كريستيان كي لا يستهؤ منا مشجع ريال مدريد هنحن اليوم مع ريضا كريستيان الشخص الاكثر شبها في ايران لكريستيان رونالدو والذي بدأت قصته من قطار المترو حيث التقطت له صورا هناك لتنشر في اليوم التالي وتهديه الشهرة مجانا مع مرور الوقت استقرت معالم وجهي لابدو اكثر شبها برونالدو وكانت الانطلاق لي حين انتشرت صوري في قطار المترو على مواقع التواصل الاجتماعي ويبدو ان حرب هذه المواقع المندلعة بين مشجعي ريال مدريد وبرشلونة طالت حتى شبيهيهما في ايران كان ميسي ايران صديقي لكنه بعد الحصول على شهرة واسعة قام بحظري على الانستجرام ولا اعرف لماذا ريضا ليس غريبا عن عالم كرة القدم فهو احترف اللعب في احد النواد الايرانية الا ان شهرته كشبيه لنرونالدو لا تقارن بشهرته كلاعب تعرضت للاصابة اثناء احدى المباريات فنقلوني بسيارة الاسعاف الشخص الذي اسعفني كان يلتقط صورا معي ولم اكن اعرف هل اضحك ام ابكي وعند وصول المستشفى تكرر ذات الشيء مع الاطباء والعاملين هناك واليوم تحول رضا الى وجه اعلاني وعارضي ازياء بفضل هذا الشبه لكنه لم يكتفي بذلك فحسب بل خصص جل وقته للحضور الى هذا المكان حاولت الاستفادة من هذا الشبه بافضل صورة ممكنة حيث قمت بالمشاركة في اعمال خيرية للاطفال لكي لا اكون مفيدا لنفسي فحسب بل للاخرين ايضا ولكن كيف لريضا يمكن ان يساعد هذا المركز يمكن لريضا ان يساعد معنويا من خلال وجوده بين الاطفال وذويهم واسعادهم ومعديا من خلال عمله كتصلة بيننا وبين فاعل الخير ان تكون شبيها بشخصية مشهورة امر جميل لن تختاره بنفسك لكن ان تترك بصمة وتأثيرا بمن هم حولك واختيارك الاكثر جمالا شبه رضا الايراني بكريستيان رونالدو البرتغالي لم يجلب له الشهرة فحسب بل منح هؤلاء الاطفال فرصة ان يكون صديقا لهم وسفيرا لمشفاهم لاخبار الان علام سعودي طهران قاد النجم البرتغالي كريستيان رونالدو فريقه ريال مدريد ليتوج بطلا لدور ابطال اوروبا للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على يوفينتوس الايطالي باربعة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في العاصمة الولزية كارديف حيث سجل رونالدو هدفين لفريقه كما سجل كل من كاسيميرو وماركو اسينسيو هدف لكل منهما فيما سجل مانزو كيتش هدف اليوفي الوحيد واصبح ريال مدريد اول فريق يحرز البطولة القارية مرتين متتاليتين بتسميتها الحديثة بعد ان فاز بها العام الماضي على اتليتيكو مدريد براكلات الترجيح في ميلانو قبل ان نودعكم اليكم تذكير بابرز العنوين قتلى وجرحى فيه هجومين ارهابيين بالعاصمة لندن ومي تعقد اجتماعا امنيا عاجلا اعادة انتشار اخير للقوات العراقية قبل اقتحام الموصل القديمة قوات الديمقراطية على بعد ثلاثة كيلومترات شرق مدينة الرقا وصلنا الى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الالكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم ايضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد اقل من نصف ساعة في موجز للاخبار الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة